لم يكن عبثاً ما قاله بشار الأسد لضيفه الصيني منتصف الشهر الجاري فالحرب المزعومة عليه بدأت تأخذ شكلاً اقتصادياً على حد قوله يبدو أن تفاصيل ما جرى في السفارة الأمريكية بالأردن وصل لمسامعه هناك هدد الملحق التجاري الأمريكي رجال الأعمال الأردنيين من التعامل مع نظرائهم في سوريا فالعواقب ستكون وخيمة ولن تقتصر على انذارات شديدة اللهجة قانون قيصر حاضر وأقر علناً من الكونغرس الأمريكي ما يعني أن العقوبات وحدها ستكون المآل ليس بيد بشار حيلة تجاه ما تقوم به واشنطن من حصاراً اقتصادياً واضح الملامح ضد نظامه فهو لا يملك من أمره شيئاً لكن ما الذي تغير في سياسة أمريكية حار العالم بأمرها تجاه نظام بشار تارة يقصفه وتارة يصفه بالحيوان يعزله دولياً ويشدد على هذه النقطة يضيف كيانات وشخصيات تابعة له على لائحة عقوبات لا تنتهي والآن حان وقت الحصار الاقتصادي والبداية من الأردن تعلم واشنطن حساسية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتداعيات قطعها وعودتها نمسك العصى من المنتصف ونبقي الباب موارباً بين تجار الأردن وأسواق سوريا نرفع الضغط إلى حد ما عن التجار أما الاستثمارات الكبيرة فعليها المغادرة وموضوع نقل مشتقات نفطية للأسواق السورية واعتماد الموانئ في سوريا كبديل للتصدير كل هذه مقترحة ستبقى حبيسة الأدراج طالما أنها تخالف سياسة حصار اقتصادي مشدد قررت واشنطن تنفيذه في هذه المرحلة ليس على النظام وحده إيران وحزب الله يندرجان ضمن الخطة لا تريد واشنطن الكثير من تشديد الحصار على النظام اقتصاديا وهي التي سائمت الخوض عسكرياً في أرض الرمال كما وصف ترامب البلاد بحسب خطة فريق جيمس جيفري المبعوث الأمريكي إلى سوريا لا بد من زيادة العقوبات الاقتصادية على المصارف التي تمنح قروضاً لوكلاء إيران في سوريا وخنق المقربين من النظام الذين يسهلون الاستثمارات الإيرانية في البلاد سياسة تحتاج نفساً طويلاً وفق محللين لكنها كفيلة بضرب أركان النظام والميليشيات الإيرانية وهذا أكثر ما تريده واشنطن في هذه المرحلة في علم الاقتصاد يقولون إن الحصار الاقتصادي لم يسقط أنظمة ولن يفعل ويقولون في علم الاقتصاد نفسه إن تأثير الحصار على أي دولة يرتبط بمدى اعتمادها على الخارج في تأمين احتياجاتها قاعدة تعني نهاية النظام الذي يعتمد على إيران وروسيا في كل شيء لماذا ترانيم اتباع الشركات لا مشاهدة